تحدي البحرين وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبتنظيم من اللجنة الأولمبية البحرينية لتدخل البحرين موسوعة جنس العالمية للأرقام القياسية لأول مرة على مستوى الرياضة في واحدة من المبادرات الرياضية التي تهدف إلى تعزيز اسم المملكة على خارطة الرياضة العالمية ونيابة عن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رعى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى حفل ختام البطولة الذي أقيم مساء اليوم على صالة الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة وتسلم سموه رسميا شهادة موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية من موثل الشاركة السيد أحمد جبر وذلك بحضور الشيخ علي بن محمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطائرة وسعادة الشيخ حياب عبدالعزيز الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة وسعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية كما قام اسموه بتتوجي بطل البطولة فريق مدينة عيسى الذي فاز على البديع في المباراة النهائية وسلامه كأس البطولة والميداليات الذهبية فيما حصل لبديع صاحب المركز الثاني على الميداليات الفضية كما قام اسموه بتكريم طاقم حكام المباراة وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ولي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة دخول مملكة البحرين موسوعة جنس العالمية للأرقام القياسية عبر تسجيلها رقما قياسيا جديدا لأول مرة على المستوى الرياضي بعد نجاح فعالية تحدي البحرين العالمي لبطولة كرة القدم داخل الصلاة لمدة 24 ساعة والذي شهد مشاركة أكثر من 235 لاعب موزعين على 18 فريق وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نعرب عن اعتزازنا بالإنجاز الرياضي الجديد للبحرين وأكد سمو أن هذه الفكرة الرائدة أضافت لسجل البحرين الحافل بالإنجازات الرياضية وذلك من خلال تحطيمها للرقم القياسي في فعلية رياضية وبالتحديد في لعبة كرة القدم للصلاة وأوضح سمو أن هذه النتيجة المشرفة تعكس الصورة الحضارية المشرقة التي تعيشها مملكة البحرين في القطاع الرياضي بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهات جلالته المستمرة في تهيئة كافة الظروف لارتقاء بهذا القطاع والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والتي تأتي ترجمة لتوجيهات العاهل المفدى يده الله للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يشهد مشاركة واسعة من الشباب البحريني المتحمس دائما للتحدي وخوض المنافسات مشيرا سموه إلى أن دخول البحرين لموسوعة جنس العالمية من خلال هذا الملتقى الرياضي هو فخر لجميع الرياضيين بالمملكة وسيكون له الأثر الإيجابي في دعم الحركة الرياضية في المملكة وأضاف سموه أن تحدي البحرين العالمي فكرة أكدت نجاحها واستطاعت تحقيق العديد من الأهداف أبرزها تعزيز المكانة التي تحتلها البحرين على صعيد الرياضة العالمية وأشاد سموه بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة الأولمبية البحرينية واللجان العاملة لتنظيم هذه الفعالية الرياضية والتي شهدت مشاركة كبيرة من الشباب البحرينين الذين حارصوا على إنجاح هذا الحدث والذي عكس حسهم الوطنين على المشاركة في إنجاح هذا التحدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر